لازم هبدأ بمنتخب مصر لازم بس شفتك زعلت أول موضوع لا والله أنا كنت مبارح بقى زعله كنا محبوطين مبارح بس اهدينا أكيد طبيعي جدا انت كمان يا كريم لما تقابل فرقة التنصنيف بتاعها 166 على العالم وكمة تسوقية بتاعتها 25 مليون يورو وانت عندك صلاح لوحده 65 مليون يورو فدي صعبة جدا لما كنت عندك العناصر دي كلها أو عندك الحلول الموجودة مع اللعيبة دي والإمكانيات اللعيبة دي كلها وتيجي في الآخر تجيب يعني المحاصلة بتاعتك يعني حتى بنجيل نكلم على المطش في الآخر المحاصلة بتاعتك أو الهداف اللي جايبك مفيش خطورة للكرة واحدة على الكورتين فدي دي عندك صعبة بشكل كبير جدا بتتكلم حتى على الفرقة الخصم بتاعك بقولك صلاح فرحانين اللي هما بالعبة ده محمد صلاح ده من اللعيبة دي كلها وانت بقى الحماس اللي عندك أو القوة أو البارن عندك ميجيبش خمسين في المئة إمبارح فدي طبعا بتحزن إيه اللي حصل بقى من وقت نظرك يعني تفتكر إنت بقى إنت لعيب رجلك في الملعب ولعبت مباراة كتيرة مع المنتخب ولعبت مباراة كبيرة مع النادي الأهلي إيه اللي حصل من وجهة نظرك اللعيبة كان مالهة إيه الحالة كان وفقين هو بصا ليه حتى تصريح إمبارح هو ما شكين يعني هو بتتكلم أنا جاي لإدارة إمبارح مستر فيتوريا للقاء كانت زيره أنا قلت زيره واعترفت قلت الناس كلها حتى تصريح بتاعي نزلت منه على مواقع أنا نزلت وناس قالت ناس أشهدت باللي هل نتكلم فيه أنا أول حاجة المسؤولية المسؤولية على المدير الفني لازم تبقى هي أنت القائد أنت الموجود أنت اللي بتدير للناس دي كلها فطبيعا اللي كان المشكلة عندك أنت لما يكون عندك خلل في الملعب مش هزبه لحد ما يوصل ستين ديئة أو خمسة ستين ديئة أو سبعين ديئة أنت أول خمس دقيقة أو أول ثلاث دقيقة بالضبط أنت أجبت جون مفيش أحسن سيناريو أحسن من كده سيناريو مفيش أحسن من كده أي حد يتمنى كده الفرقة دعني هتدوس بقى اتنين وثلاثة وبين شخصيات منتخب مصر إحنا مبارح كان عندنا خلل كبير جدا نجرينا نتكلم عندك خلل في خط الدفاع بشكل كبير أنا مع احترامي أنا كنت شايف حتى كنت أتكلم من فترة ياسر برغيم لازم يكون متواجد في منتخب مصر ليه؟ ياسر أكتر واحد ممازل فترة فاتة خلي بالك ياسر فترة فاتة مع الناد لألي ممازل عبد الميناء عبد الميناء ماشي وصل للطوف فورم بس ياسر بقى أقوى دلوقتي ياسر بقى يعني بقى قوي جدا بقى عنده زكاء بقى في الناد لألي بقى عنده خبرات بتتكلم على محمد عبد الميناء بس محمد عبد الميناء ممكن غلطة منه وتجيب هدف تفاهم إزاي؟ فدي النقطة اللي أنا كنت شايف في ياسر اللي دواجد بالذات انت عندك حجازي الحجازي اللي رصيد مع المنتخب مصر والعيب مميز بس رسا راجع من أصابة طويلة الواحد أنا عملتها ستة شهور اللي هي الرباط الصليبي بتاخد وقت ورد فعلي بتاعك حتى سريع يعني رد فعلي بتاعك بيبقى وطيق شوية مش نفس السرعة الموجود حتى مبارح شفنا الكورة التانية اللي التاكلينج اللي اتعمل لا الراجل شفت اللي ستار تعمل إزاي؟ فده ابنتكلم فيه في حاجات كده ماينفعش ماينفعش يتغامل فيها ليه؟ انت بتلعب في أفريقيا أفريقيا كلها بتتميز بالسرعة والكوة دون مولودين بيهم يعني أي حد عنده كوة والسرعة ما تقدرش تعمل فيهم حاجة انت بتنميها بس هي هو مولود بيها فهو مبارح بس أنا حط نفسي مكان فيتوريا كابتن أحمد وحط نفسك انت كمان ما جانب فيتوريا أنا عندي أحمد حجازي اللعب اللي عنده واحد من أكتر اللعبة اللي عندها خبلة في منتخب مصر وعندي محمد عبد المنعيم اللي هو كان في البطولة اللي فاتت أفضل مدافع في البطولة ومشي بشكل رائع جدا مع النادي الأهلي فهل مش من الطبيعي ان أنا هختار حجازي وعبد المنعيم أول اختيار؟ انت خلي بالك ده اللي واحدة بنتكلم في الطبيعي بس انت بتتكلم حد جاي من قصبة من فترة طويلة نعم نتكلم حتى حجازي مع التحاج جدا في البطولة بتعكاس العالم الأندية مستوى خمسين في المائة نجينا نتكلم حتى مع الدم النادي الأهلي كان الموضوع مختلف المشكلة اللي بقالها فترة مع منتخب مصر خط الدفاع انت جاي فترات جاي بالمعاصكر جاب علي جبر وراح جايب مرة أحمد سامي فانت عندك مشكلة عمال تجيب ويجيب مسر ياسر إبراهيم مسلا المعاصكر ووسما جلال طب أنا عايز أقول لك على حاجة يعني ووسما جلال إزاي أنت هتعتمد عليه ويجيبته وراجل بقاله فترة وكانش بيالعف مع برمز فانا فيه اللغرات موجود في الحتة دي انت عندك مشكلة بقية واضحة الناس كلها في الحتة دي أنا ممكن على الأقل كنت أحسن يعني جيت أكلم أو أحسن اختياراتي اللي موجودة الراجل جيت ليه في المعاصكر زي ما احنا بنتكلم انت جيت هنا في مركز مثلا حطيت مثلا محمد حمدي بتاع باكلفت بتاع المجود بتاع برمز لعيب مميز صح انت جيت حطه ديته حقه ليه عشان الدوري والحاجات اللي هو اشتغل فيها المتشات المشغال مع برمز فيها بشكل كويس تم انت عندك أسر برايب نفس الكلام وهيحللك الحتة دي وفي المكابل انت باعبتش فتوح رغم ان هو اللي عدو خبلات أكتر ما هو منتخل مصر عشان ما بيلعبش بقاله فترة برافو عليك انت قلت انت في اماكن بتميل فيها لحاجة معينة واماكن تانية بتروح عامل ايه ما فيهاش عدالة بتدي برضك اللي انت ايه حسب اختيارك انت انت المسؤول في الاول اختيار بس احنا بنتكلم في الفنيات بنتكلم في الشغل اللي هو الملعب الأصل على منتخب اداء منتخب مصر